الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الرابع والعشرين من مايو لدينا تطورات هامة وكثيرة أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ورجاء لا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل جرس التنبيهات لدينا الكثير في جبهات خاركيف دانياتسك طبعا في اتجاه باخموت لذلك ضققوا جيدا في كل معلومة وتابعوا حتى النهاية سنبدأ مباشرة من جبهة خاركيف حيث استطاعت الوحدات الأوكرانية التقدم في مدينة فوفشانسك ويمكن قولت استعادة بعد الشوارع طبعا هذا التقدم كان في هذه المنطقة باللون الأزرق كما تشاهدون يمتد على أمق 455 مترا وبامتداد كيلومتر ونصف استطاعت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المنطقة طبعا القوات الأوكرانية لماذا استطاعت إعادة السيطرة على هذه المنطقة لأنه ببساطة كان هناك استقدام متعزيزات لمدة طويلة منذ عدة أيام هناك محاولات ضخ عدد كبير من الجنود الأوكران من الجيش الأوكراني ومن المخابرات الأوكرانية إضافة عدد كبير من الوحدات الخاصة تحدثت عنها لأدة أيام وبالتالي بدأت نتيجتها تظهر في هذه الجبهة لذلك أمام القوات الروسية تحدي كبير أن لا تبقى المعركة داخل المدينة بل يتم توسعة المحور أو ربما زيادة الضغط على القوات الأوكرانية أو لربما يحاولون استعاب كامل الاحتياطات الأوكرانية في هذه المنطقة ومحاولة تدميرها لذلك أيها منها هدف القوات الروسية لا أحد يعلم ولكن القوات الأوكرانية ماضية في إرسال التعزيزات إلى هذه المنطقة تشاهدون التشكلات العسكرية في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه كما وضعتها لكم وهم يميز هذه الخريطة الفريدة من نوعها في عالمنا طبعا إضافة لكل ذلك يعني هناك حديث أنه سيتم استقدام المزيد من التشكلات العسكرية ننتظر أي منها سيأتي وسأضعه على الخريطة إذن معركة كبيرة قائمة في كافة الجبهات تحاول الوحدات الأوكرانية بداية كما أشرنا فوقت سابق صدر على التأوامر من مكتب الرئيس الأوكراني زيلنسكي بحفاظ على بوفشاسك مهما كان الثمن فيما في القرى تستمر القوات الروسية بالمحافظة على سيطرتها دون أن تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة أي قرية هذا فيما يتعلق باتجاه خاركيف معركة قائمة على كامل هذا الانتداد دون أي تغييرات في خلط السيطرة سوى في هذه المدينة أما في بقية المحاور ففي اتجاه كوبيانسك أيضا ضمن منطقة خاركيف استطاعت الوحدات الروسية في هذه المنطقة التقدم والدخول باتجاه إيفانيفكا استطاعت الوحدات الروسية التقدم بعمق 1.3 كم أو 970 مترا عفوا وبعرض هنا 543 مترا وبعرض بهذا الاتجاه 1.3 كم وبالتالي القوات الروسية ماضية في عمليات العسكرية بعد السيطرة على كسليفكا وكوتياريفكا شنت عمليات إضافية في الأجزاء الجنوبية من هذه المنطقة وبدأت عمليات في هذا الاتجاه من إيفانيفكا والسيطرة على هذه المواقع إذن القوات الروسية تحاول السيطرة على كامل هذا الطريق الذي يصل باتجاه كوبيانسك وتحاول السيطرة على البلدات ينقل قول شرقي هذا الأوتستراد الرئيسي ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين لا تنسوا دوما متابعة القناة أما جنوبا قليلا فقد استطاعت القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوريفكا في اتجاه المنطقة هنا استطاعت القوات الأوكرانية تقدم والسيطرة على هذه البقعة هنا هذا مفترك الطرق تحاول الوحدات الأوكرانية تحقيق إنجازا ما بعد تقدم القوات الروسية في بيلوريفكا ويبقى جبل التباشير تحت السيطرة الأوكرانية دون أن تتغير معانم السيطرة في هذه المنطقة حتى هذه اللحظات أما فيما يتعلق باتجاه باخموت فقد استطاعت القوات الروسية جنوبي إيفانيفيسكي بعد الضغط الكبير والسيطرة على كليشيفكا انسحبت القوات الأوكرانية واستطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة طبعا هذه المنطقة بعمق نصف كيلومتر وبامتداد 1.4 كيلومترات استطاعت السيطرة عليها والتقدم إليها والقوات الأوكرانية في حالة تراجع ننتظر ما الذي سيحصل القوات الأوكرانية الموجودة هنا بعضها ينسح بخلف القناة المائية إلى غربي القناة المائية والبعض الآخر يحاول التمركز داخل هذه التحصينات باللون الأزرق كما ذكرت لكم مساء أمس سيطرة القوات الروسية على أندرييفكا وقبلها على بلدة كليشيفكا وتستمر المحاولات الروسية للسيطرة على كامل هذا القطاع عند القناة المائية على هذا النحو فطبعا القوات الروسية بتقدمها هذا تحاول تزامن مع ذلك التقدم باتجاه شازيفيار حيث استطاعت منذ يومين إحراز تقدم في هذه المنطقة تجاوز القناة المائية فيما تستمر المواجهات في الضحية الشرقية لشازيفيار كذلك تستمر المواجهات العنيفة في اتجاه كالينينا القوات الروسية إذن لديها خطة بالسيطرة على كامل شرقي القناة المائية في وقت واحد أو أقله بالتقدم بشكل متزامن كي تتمكن من تشريط النيران الأوكرانية في حال قررت التقدم نحو شازيفيار أما فيما يتعلق باتجاه أفدييفكا فقد أحرزت القوات الروسية تقدما هاما في هذه المنطقة اقتربت من سوكيل كما تلاحظون سيطرة القوات الروسية على هذه المنطقة باللون الزهري هذا التقدم كان بأعرض خمسمائة وسبعين مترا وعلى انتداد كيلومتر واحد استطاعت الوحدات الروسية الاقتراب من التحصين الأوكراني هنا تحاول السيطرة على كامل المنطقة والضغط باتجاه قرية سوكيل ولكن ننتظر مزيدا من التفاصيل المعارك أحبائي في هذه الأسابيع الأخيرة فعلا قوية يعني هناك مشكلة لذا القوات الروسية والأوكرانية في الاحتفاظ بالما كان الذين يسيطرون عليه نتيجة الضغط من قبل الطرف الآخر لذلك ننتظر إن كانت ستتغير أم ستحافظ القوات الروسية على تقدمها أما فيما يتعلق باتجاه نوفو بوكروفوسكي فقد تتواصلت المعارك في هذه المنطقة ولكن لم تتغير خريطة السيطرة نهائيا هنا في هذا الاتجاه أما فيما يتعلق باتجاه أمانسكي تستمر الوحدات الروسية في تنفيذ عملياتها العسكرية في هذا الاتجاه ولكن هناك حشد كبير من قوات الأوكرانية كما تشاهدون عدد كبير من التشكلات الأوكرانية الموجودة هنا تحاول زيادة هجماتها باتجاه أمانسكي واستعادتها كي لا تتمكن القوات الروسية من مهاجمة ياسوبروديفكا بسهولة أما فيما يتعلق باتجاه الجنوبي قليلا فهناك أخبار عن بارسكوفيفكا طبعا باتت أغلب القرية يمكن قول غير خاضع لسيطرة القوات الأوكرانية نصف وتقريبا تحت السيطرة الروسية باللون الأحمر جزء تحت يمكن قول منطقة رمادية لا يخضع لسيطرة أحد فيما بضعت منازل تحت السيطرة الأوكرانية وبالتالي محاولات روسية للسيطرة على هذه القرية كي تتمكن لاحقا من مهاجمة كوستانتينيفكا بالتزامن مع عمليات ومحاولات تقدم انطلاقا من هذه الأجزاء الجنوبية باتجاه كوستانتينيفكا نفسها أما فيما يتعلق باتجاه أوغليدار فهناك محاولات أوكرانية لزيادة الضغط على القوات الروسية في اتجاه ميكوليسكوي ولكن لا تغييرات حتى اللحظة أما فيما يتعلق بمحر جنوب دانياتسك فكما قلت لكم بالأمس وحدات الفوج 390 تقدمت على الدرجات النارية بشكل سريع طبعا هذا التقدم كان يترفق مع قصف مدفعي وإلى ما هنالك من معارك فطبعا تمكنت القوات الروسية من التقدم والسيطرة على كامل هذه المنطقة هذه المنطقة بعمق 161 مترا كما تلاحظون على امتداد 722 مترا وفي هذا الاتجاه استطاعت القوات الروسية التقدم شرقا طبعا هذه المنطقة بعمق 176 مترا وبعرض 240 مترا تواصل القوات الروسية عمليات القدم داخل ستارو مايورسك من كامل هذه المنطقة كما تشاهدون في ستارو مايورسك القوات الأوكرانية تحتفظ فقط بهذه الأجزاء كما تلاحظون وبالتالي باتت نصف القرية وأكثر تحت سيطرة القوات الروسية أما في اتجاه يوروزين فتستمر المعارك بين القوات الروسية وقوات الأوكرانية ضغط روسي متواصل في هذا الاتجاه ولكن لا تغيرات في خريطة السيطرة كذلك تستمر المواجهات بين كلا الطرفين تنتد المواجهات من روبوتيني وصولا إلى فيربوفي إلى هذه المرتفعات طبعا في وقت سابق استقدمت الوحدات الأوكرانية الواء 141 الأوكراني إلى هذه المنطقة لتعزيز الجبهة كذلك تستمر محاولات تعزيز باقي الجبهات أما في التعليق باتجاه كرينكي في خيرسون نمتظر مزيد من المعلومات الضقيقة حول وضع هناك إضافة لكل ذلك عادت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط ثلاثة صواريخ أتاكامز باتجاه الكرم الأوكراني تحدثون عن إصابة بعض الأهداف إن كان هناك أي فيديوهات أو صور طبعا سأذكر لاحقا إن كانت نجحت القوات الأوكرانية في ذلك أم لا حتى ذاك الحين هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح أي جديد سوفكم به طبعا رجاء لا تنسوا مشاركة الفيديو لا تنسوا دعم القناة مشاركة الفيديو فعلا عن إطاق واسع لينضم أصدقائكم إلينا والانضمام إلى القناة ولا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة هذه قناة مستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بروصف خاص بالفيديو على قناة اليوتيوب ويمكنكم مسؤالي في التعليقات حول كيفية الدعم المادي في التعليقات شكرا لكم دوما على وقتكم الثمين وإلى اللقاء بفيديو آخر